ايه تاني من اهمية النوم الليلي المنتظم؟ ترتيب المعلومات وتصنفها داخل المخ فاكرين قلتلكوا عن الزكريات؟ المعلومات بقى يعني الطفل كده وهو نايم وهو نايم بالليل خلاص نايم نوم لليلي منتظم مخ وباعمل يقول ها احنا النهاردة ايه؟ النهاردة السبت انا عملت ايه بقى الصبحية؟ انا رحت فين؟ قابلت مين؟ اتفرجت على ايه؟ مسكت ايه في ايدي؟ اعملت ايه كذا كذا كذا؟ اتعلمت النهاردة انه النهاردة اتعلمت حاجة في التلوين اتعلمت حاجة في الحروف اتعلمت حاجة كذا ترتيب المعلومات داخل المخ مش بس الزكريات ايه تاني من فوائد النوم الليلي المنتظم؟ الاستفادة المثالية من السعرات الحرارية في الأطعمة يعني ايه؟ يعني الطفل اللي بيرضع ونومه منتظم يستفيد من اللبن الرضاعة الطفل اللي خلص رضاعة وبياكل أكل عادي يستفيد من الأكل ليه لأن عملية الميتابوليزم أو الهدم بالدال اللي هو التمثيل الغذائي بالعربي التمثيل الغذائي اللي هو أن احنا ناكل فنستفيد من الجسم البروتينات تعمل دورها والكربوهايدريت تعمل طاقة والدهون تعمل دورها برضو في الطاقة والفيتامينات والمعادن تعمل كذا عملية الاستفادة من الأطعمة دي خلاص بتحصل خلال النوم تمام كمان تحفيز جهاز المناعة وده من أهم أهم فوائد النوم الليلي المنتظم والعكس صحيح تلاقي دايما الأطفال والكبار اللي ما بينموش كويس أو بينمو نوم متقطع أو بيقلقوا كتير تلاقيهم يعيوا كتير خصوصا في فترات الجو البارد أو فترات الشتا وكمان فيه انتظام في أداء الجهاز الهضمي ده بيحصل وفيه بيحصل راحة للعيون وبيحصل إعادة لضبط الأعصاب بشكل كويس لوضع الأعصاب الطبيعي يعني المنتظم دي كانت فوائد النوم الليلي المنتظم